احتياجات غذائية وعلاجية وتعليمية كبيرة للاجئين السوريين تحديات رافقت جولة مركز الملك سلمان داخل وخارج المخيمات في الأردن كان المركز وقع مع مفوضية اللاجئين اتفاقية بقيمة مليونين واربعمائة ألف دولار لعلاج لاجئين يعانون من الفشل الكلوي في الأردن ودول الجوار أقل شيء أن نقدم له أن نقف مع هؤلاء اللاجئين يدا بيد نرفع معاناتهم أولا احتياجهم الغذائي احتياجهم الصحي احتياجهم التعليمي وكذلك تمكينهم من سبل العيش الكريمة حتى يحسوا أنهم يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم الاتفاقيات التي وقعناها اليوم بتكمل مسيرة من التعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ حجم التعاون مع المركز حتى الآن ما يقارب الـ 50 مليون دولار الاحتياجات الإنسانية تعدت أزمة اللجوء السوري عين هنا وأخرى على معاناة الشعب الفلسطيني بتدشين مشروع المركز الطبي في منطقة دير دبوان الفلسطينية الذي يخدم المنطقة برعاية صحية متكاملة كان في رد سريع من مركز الملك سلمان للإغاثة دعمونا بجميع الأجهزة والمعدات التي نحن بحاجتها في المستشفى أعباء اقتصادية كبيرة تتحملها الدول المضيفة للاجئين في الأردن تحديداً يعيش أكثر من 80% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر أوضاع تستدعي التدخل السريع واستجابة لباها المركز منذ ولادة الأزمة عماد العضايل العربية عمان ترجمة نانسي قنقر